هذا البرنامج برعاية أهلا بكم مشاهدين بعد هذا الفصل وأولى فقراتنا الحوارية النهاردة اللي فيها هنتكلم عن غلاء أسعار اللحوم واللي طبعا شاهدناها بعد تعويم الجنيه مش بس أسعار اللحوم أسعار كل المنتجات تقريبا اتغيرت وزادت بشكل كبير جدا وهذا طبعا يؤثر على المواطنين بشكل كبير إلى أين ستستقر أزمة ارتفاع أسعار اللحوم التي يعاني منها المواطنون المصريون في هذه الأيام كيف تحل أزمة ارتفاع الأسعار ومن أين نبدأ كلها أسئلة مهمة جدا سيجيب عليها ضفنة الكريم الأستاذ محمود العسقلاني رئيس جمعيات مواطنون ضد الغلاء أهلا بك يا فهمي منها وراء طبعا هنفتح مع بعض إن شاء الله ملف أسعار اللحوم وارتفاع أسعار اللحوم بشكل مستفيد بإذن الله نتكلم عن التجارب وهنتكلم عن مجموعة كبيرة جدا من التفاصيل ولكن خلونا نروح نشوف تقرير عن ارتفاع أسعار اللحوم ونرجع مرة تانية نستكمل فكرتنا أسرة عندي مكونة من ثلاث أطفال وأنا ومجوزي يعني غلقوه كل حاجة مش اللحمة بس فالأول كمان كنا نقدر نشتري فراخ كبديل للحمة دلوقتي الفراخ كمان زادت واللحمة زادت بأسعار جنونية الناس تعبانة الناس مليا تعبانة فاللي بياخد خمسة بياخد تلاتة بياخد اتنين بياخد اتنين بياخد نص بياخد نص احنا كلنا عايشين في اللي انت حضرك بتتكلم في ده احنا كلنا عايشين فيه احنا كلنا عايشين فيه في النسبة اللي جلوه الأسعار بس احنا عند ديره بنسبة لللحمة اللحمر خيصة مش غالية يعني خمسة وسبين بنسبة لبرة يعطبر الطاق طاقيين فعال اللحمة بقى غالي جدا اهد البالك وربنا اصر في ناس كده وفي ناس ما بتقولش لحمة أصلا تمام؟ لما لات تلجأ للفراخ يغل للفراخ يا تلجأ للسمك يغل السمك وهو كذلك كل حاجة غالي وما فيش دخل اللحمة ما فيش منها يجيب لحمة دكتور كيلو بمئة وخمسين وكيلو بمئة وربيعين ما حدش عارف اسعارها كام كمان كل وقت بيبقى براحته كويس الحمد لله هنعمل ايه يعني ده مش يا ذا اللي ربنا كدبه هنشوفه هنعمل ايه يعني هنعمل ايه بإيدنا نعمله وما عملناهش رجين باللي كدب ربنا طرق غالية جدا ما بنجيبهاش خالص يعني هنجيبش اللحمة خالص يعني يعني ان كنا الاول نجيب من الجمعيات كانت باربعين وكده دلوقتي بقت بخمسة وسبعين وبيدهلكش حلوة يعني بديلك كلها دهن وكده ما تتكلش يعني اسعار اللحمة زادت بطرقة بدرجة مش معقولة والاستهلاك معدش في استهلاك لحمة خالص معدش بنجيب لحمة خالص يعني كنا بنعتمد على الفراخ هتا الفراخ يعني احتمال هتا مبطلة هي كمان والسمك برضو السمك احنا بنسمع اسعار انا مشتريش سمك من زمان انا بسمع اسعار مهولة اربعينات وخمسينات وستينات ومية وخمسين في الفسيخ وخمسين في الرنجة فحاجة صعبة فعلا بجد يعني لازم كل اسرة تحس انها في حرب وفي ازمة لما ابقى في ازمة بدل ما اجيب كيلو هجيب نص بدل ما اجيب نص اجيب ربع وفرمو وشغل بي نفسي لازم اتفاعل مع البلد ولازم كلنا نساعد بعض وإلا مش هنقوم لازم كلنا نساعد بعض وإلا مش هنقوم ده كان رأي اخر مواطنة في تقرير ارتفاع اسعار اللحوم وارتفاع الاسعار بشكل عام يمكن شفنا مجموعة كبيرة ومختلفة من الاراء حول ارتفاع اسعار اللحوم ولكن كلهم اتفقوا على انه هناك ارتفاع كبير جدا في اسعار اللحوم هنساعد بعض ازاي وهنبدأ ازاي بالتأكيد بالعمل وبالتأكيد بوضع الخطط السليمة في الايام القادمة ومن اين نبدأ نرجع مرة تانية لضفنا الكريم استاذ محمود العسقلاني ونبدأ بما انتهينا بي من هذا التقرير وفكرة اننا هنساعد بعض وهنشتغل شايف الحكومة في هذه الايام كيف تعمل من اجل المواطن وما تقييم حضرتك للحكومة في مواجهة ارتفاع الاسعار ولكن خلينا اقولك ان الحكومة يعني تكاد تكون مفعول بها كما المواطنين تماما لانه لو نظرنا الى الموضوع مثلا لو حبيتي ان الحكومة تاخد موقف مثلا في السوق وتكافح ارتفاع الاسعار بالقانون مفيش قانون يعطي الحكومة الحق انها تعمل سعر تحدد سعر منتج او حتى تحددها مشربة القانون يحذر عليها هذا الكلام على الجانب الاخر الحكومة بتحاول انها تعمل شكل من اشكال الاتاحة عن طريق قوات المسلحة عن طريق وزارة الزراعة عن طريق المنافذ وزارة التوميين عن طريق مجمعات استهلاكية كل ده مهم لكن الاهم خلال المرحلة القادمة هو انه هذه الخدمات تصل الى الناس في المناطق النائية في المناطق البعيدة يعني انت لما تيجي توزع مثلا المجمعات استهلاكية او المجمعات استهلاكية هتلاقي موجودة في الاماكن الشعبية في الاماكن الفاخرة في الموادسين في الزمالك هتلاقي في مجمعات استهلاكية مجيط ناصر مثلا بلد فيها مليون وربعة ومليون ونص تقريبا نسمة ما فيهاش مجمع استهلاكي واحد والخدمات من هذا النوع قليلة جدا فيها مهم جدا ان الحكومة تروح للاماكن دي وتحاول تخفف العبق عن الناس خاصة هم دولة الفئة اللي انت بتستهدفيها خلال المرحلة القادمة يعني انا عندي مثلا تجربة غريبة جدا مثلا قوات مسلحة عاملة دور رائع جدا وعبقاري لكن في بعض الاحيان بيبقى فيه اخطاء بينفعش ان انا سيبها انه هو بيشتغل عمل مدني يعني مثلا احنا فاتحين منفذ في الحي العاشر في اكتوبر شغال كويس جدا ليه بتاعه ست سنين وانا سبع سنين وناس مبسوطة بيه جي قدامه بباشرة حد فتح منفذ سبع قوات مسلحة لما يجمع اخدهم منفذ ذهب حتة تاني انا عايز استفيد بيك وعايز استفيد بقدراتك وبإمكارياتك انت تستطيع خطوتك ابعد او اوسع مدى من الخطوة الناس العاديين اعمل المنفذ ده في مكان تاني الناس استفيد بيه ايه داعي احنا نعمل منفذين وصاد بعض مفيش داعي لده على الاطلاق تمام يعني حتى مفيش وجه للمقارنة احنا ما نقدرش منفذ غلبان زي ده ما نقدرش يقف وصاد منفذ بتاع جهة كبيرة بالصغير يعني الفكرة العامة اللي عايز اقولها انه لابد ان توزع الاعباء جهاز مشوعات الخدمة الوطنية يستطيع خلال المرحلة القادمة ان يحل المشكلة خاصة نحن مقبلين على شهر رمضان عنده امكانيات التحرك السريع بالعربيات الاسواق المتحركة والعربيات المجهزة كل ده من الممكن ان يصل للاماكن البعيدة التي لا تصل اليها يد الحكومة احنا برضو بنحاول بقدر امكان النهاردة بنروح بهوت في قرية في اخر قرى محافظة دقاهالية بنروح اماكن زي تفنيس المطعلة في اسنا كل دي اماكن احنا بنحاول نروحها لانه الانتشار في هذه الاماكن يجب ان يكون انتشار سريع وعاجل لانه هم دول الفئة وتحميهم من الجشع والاحتكار وتحميهم من الخوف المستقبل اللي جاي اللي جاي الاسف شهر تكلمي على ضغوط اقتصادية وصلت الى كل الناس اللي تحت حتى الطبقة المتوسطة نفسها بدأت تشعر بانه عدها ازمة الطبقة المتوسطة بتنزل هارده الطبقة المتوسطة بيشتغل سواهين تاكسي اللي هي المشروع بتركاب السيارات بتاعتهم هتلاقي انه الناس اللي بيركاموا دولها كلهم طبقة متوسطة دي طبقة اللي بتشغلها شغالة وبتشغل ناس عندها وبتجيب ممكن سواهي يشتغل عند ضغوطة بدل ما يجيب سواهي اللي بتشغل سواهي هم تمام فانا بقول انه مهم ان الدولة بتعمل برامج عاجلة تشيل بيها الطبقة دي خاصة للطبقة المتوسطة انا باتمنى ان الدولة تستهدف اولا الطبقة المتوسطة مش تستهدف اولا الطبقة الفقيرة لانا لو استهدفت الطبقة المتوسطة هتسحب هي الطبقة الفقيرة إنما لو الطبقة بتوسطها نزلت وراحت عند الصور المحيط بالفقراء وحط لهم في الخلاط هيعمل لنا كارسة خلينا نرجع لأسعار اللحوم يمكن أسعار اللحوم هي من الحاجات اللي كل المواطنين الحياة بيتكلموا عنها في هذه الأيام احنا دايما نقول أنه اللحوم هي أساس الغذاء للمواطن المصري وهي مصدر للبروتين قوي جدا بيعتمد عليه طبعا بشكل أساسي ارتفاع الأسعار ده إلى أين سيذهب إلى أين سيأخذ المواطنون المصريين عايز أقول لك مفاجأة ظريفة هل فقطر بتستورد لحمة من عندنا من مصر طيب يعني هي قطر قمي قدامها الاستراد من تركيا مثلا هم عندهم علاقات طيبة بعد تركيا حبايب يعني قفل معهم استراد لحمة من عندنا هنا بلدي اخيالي احنا المجازر المصرية النهاردة في مصر بتطلع يوميا تدبح يوميا عجول بتروح زي ما هي كده على مطار القاهرة تصدر بالطيارة بتروح قطر انا بقول يا ريت لوزير التجارة وزير الصناعة اللي هو المسؤول على هيئة الرقابة على الصادرات والوردات ارجوك واقع في كلام ده لان انا حتى ما سألت الناس في الطب البيطري في الهيئة قال ما بياخدوش موافقة استرادية لان دولا بياخدو الحاجة دي من المجزر على طول وبيروح يصدرها ما حدش يقول انت راح فين ولا جاي من ايه ده بيعمل بيسحب من الكميات اللي بتتاخد من المجازر خلي بالك النهاردة اللحوم البلدي بتاعتنا يعني قرمت تبقى بتسعين جنيه بالعظم بالعظم يعني ايه يعني لسه حتشيل منها خمسة عشرين اللحمة المصري فيها عظمها تقيل حتشيل منها خمسة عشرين في المئة على الاقل تلاقي نفسك رايحة 140 جنيه في الكيلو كيلو اللحمة البلدي لو وقف موضوع التصدير للجماعة بتاع قطر انا مش عارف ناس دولة غويين عاكنان على اللي يعرفونا احنا في الكورة تلاقيهم نطل كده وقالك القناة بتاعتهم مش عارف ايه كل شوية تلاقي عاكنانة من ناحية قطر حتى لما حسوا ان الدنيا هادية شوية في موضوع المية راحوا السودان الاخت اسمها ايدي موزا راحة السودان عند البشير قعدت ساعتين تاني يوم لقينا البشير قالب على مصر ولقينا الدنيا كلها متبعزها معانا وتلاقي حد يقولك ان احنا هروح نحرق العلم المصري قدام السفارة المصرية في الخرطوم انا مش متخيل ان العلم المصري ده اللي المواطنين السودانين كانوا يحييوه في المدارس المصرية عندنا النهاردة في مصر ستة مليون سوداني واحنا اكبر دولة استوردت لحمة تمنمية الف راس من السودان خلال السنتين اللي عدوا احنا متعاخدين على تمنمية الف راس مفيش حد عامل الكلام ده احنا اكبر سوق في المنطقة تمام وما فيش داعي ان انت تعملي حال التوتر انا انا نفسي ماقدرش اعمل الكلام اللي بيقولوا ده يعني ماقدرش ارد على حرق العلم المصري في الخرطوم باننا نحرق العلم السوداني هنا في القهيرة عيب ماقدرش عامله وذلك انا قلت قلت على صفحيتي من يومين انه على فكرة المفروض مبارح قلت لو الناس دي عملت كده لو في حد حرق العلم المصري امام السفارة المصرية في السودان انا ححرق العلم الاسرائيلي قدام السفارة السودانية في القهيرة لاننا نعرف ان ده خبس خبس يهود موزة دي بتحركها اصابع سيونية وتمين بيحركوا اصابع سيونية وناس اللي بيروحوا اثيوبيا ومعمل الشغل ده كل ده الهدف الرئيسي منه مصر يعني انا انا عندي استعداد اني اتفهم موقف اثيوبيا انها عايزة تعمل تنمية وعايزة تعمل لو هي عايزة تعمل ما تعملش الخزان الضخم اللي عايز خمسة وسبعين الف خمسة وسبعين مليون مش عارف كام يعني يعني في النهاية واضح ان الهدف الرئيسي هو تحزين مصر او تضييق الخناق على مصر كله رايح انت النهار ده عندك صراع في الشرق وعندك صراع في الغرب وعندك صراع في الجنوب كل مصر الان وسط حالة التهاب وصراعات محتدمة بدون اي داعي الهدف الرئيسي منها بس حاجة واحدة بس ان مصر دي تتكسر وانه هم معتقدين ان هذا البلد سوف ينهار زي وزي دول حصل فيها نهيارات وان شاء الله مش هيحصل احنا وذلك انا رديت على الكلام ده ان احنا ان شاء الله هنفتح سوق في تشاد سوق لحمة في تشاد السفير تشادي من كام يوم قال ان احنا عندنا استعداد ندي السوق المصري اي كميات من اللحوم تمام احنا مش هنقطع لقتنا باخواننا السودانين بس على الاقل لازم بي ما فيه رد على الكلام ده بشكل اقتصادي احنا مش هنرد بقلة ادب ولا حنشتم ولا حنقول كلام سفيه ولا صفيق ولا اي حاجة احنا الناس محترمين هذه الدولة دولة كبيرة والدول الكبيرة لا تنزلق الى مزالق الصغار تمام الدول الكبيرة لا تنزلق الى مزالق الصغار احنا نروح نستورد من اماكن than عندنا تشاد ممكن نستورد منها عندنا اوغанда تمام عندها كميات من اللحوم واعلى جودة في اللحوم الافريقية موجودة في اوغانда تمام ان شاء الله احنا رايحين الى هذا الاتجاه ان احنا نقع مصادر بكلام حضرتك هنستورد من مكان تاني أو هنستورد من بلد تانية ده بيدل على إنه العلاقات المصرية السودانية ستضطرب اقتصادية طبعا يعني خلينا نقول بصراحة إنه يعني يجب أن يكون الرد تمام بهذا الشكل أنا في غالب الأحيان لا أريد أن أتهور وأقول كلام حد يزعل منه لأن إحنا ناس كبار من صغيرين إنما على أقل تقدير إحنا خلال المرحلة اللي جاية دي هننوع مصادر استراد للحوم الأفريقية على وجه التحديد لأن أنا برضو أرخص لأن أنا نروح أشتري من من تشاد أشتري من أغاندا أشتري من الكلغو أشتري من الدول الأفريقية مليانة مليانة مزارع ومليانة مزارع طبيعية زيها زي السودان إحنا مشكلتنا إن إحنا بنحط البيض بتاعنا في سلة واحدة وده مش كويس اقتصادية مش كويس إحنا كنا الأول رايحين متجهين ناحية الهند طول الوقت بنستورد لحمة هندي أو نستورد لحمة من البرازيل الأمر يقتضي إن أنت تنوع مصادر الاسترادة خاصة في هذه السلع الاستراتيجية ده من شأنه إن ينزل بالأسعار لأن ما يبقى فيه منافسة من دول على السوق المصري لما دولة شاد ودولة السودان ودولة أغندا يعملوا حالة منافسة على السوق المصري السعر ينزل إنما لما واحد بس هو اللي يحتكر الحكاية دي حكاية تصدير اللحمة إلى مصر بمفرده لا طبعا يعمل اللي هو عايزه ويرفع السعر كيفما يشاء وإحنا ما نقدرش نعمل له أي حاجة طبعا أنا بحية حضرتك على الرؤية تيبيز ذات الرؤية الاقتصادية وهي رؤية التنوع في المصادر هي أيضا من شأن الدول العظيمة اقتصاديا هذا الوضع وهذه الخطط المختلفة بالذات خصوصا في الاستيراد إحنا بنسأل هل سيستقر سعر اللحوم زي ما هو في الأيام القادمة وكنا قبل كده بنسأل هل سينتنخفض الأسعار الفترة القادمة ولا لا لكن الناس دلوقتي بقت بتسأل الفترة الجاية هتزيد وهتزيد قد إيه لو ما تحلتش المشكلة اللي حقولهلك دلوقتي هتزيد وعلى فكرة لما جيد دكتور محمد علي الشيخ المسلحي اللي هو الوزير اللي قبل الدكتور علي مسلحي أوقف حاجة كنا عاملينها زمان مع دكتور خالد حانفي اسمها الجزار التعاوني الجزار التعاوني ده كان بيروح ياخد لحمة سوداني من اللحمة اللي بتيجي عندنا دي وكان بيروح يباعها في محل لكن كان معلق كلمة الجزار التعاوني وكان عليه رقابة من التوين وعليه رقابة من الطب البطري وكان بيرتزم بسعر محدد بياخد لحمة بسعر محدد وبيبيحها بسعر محدد وكانوا بيحافظوا إلى حد كبير على توازن سعر في المناطق الشعبية اللي بيبقوا موجودين فيها لأن انت مش موجودة كدولة يعني المجامعات السالة اللي بقول لها هاتت موجودة في الدقي هنا روح يشوف الدقي دي نوقتي هتلاقي اللحمة آخر النهار الناس اللي موجودين في الدقي بياخدوها يروح يباعها للجزارين تمام لأنه مش عارف يباعها فالحل العمل انه يروح يباعها للجزار بسعر يعني بيستفيدوا منها تمام طب ليه ما الدولة نفسها تدي الجزار التعاوني في المكان الفقير في يقدر يوزع هو للناس اللي جنبه تمام اللي انت مش عارفة توصل له بكدولة الجزار التعاوني كان وصل لهم وكانت فكرة عبقرية وإحنا كنا اللي بدأناها لما جمعات الجزار التعاوني كان موجود في فترة السبعينيات وكان بيبيع لحبل بتلو وكان شغال زي الفل طب يا جماعة ما ترجعوا الجزار التعاوني تاني رجعناه وبدأ ياخد حصة من وزارة التومين من الشركة المصرية للحوم لكن للأسف شديد الدكتور اللي هو عالم صلحي تمام اوقفها انا باتمنى بقى من الدكتور عالم صلحي الوزير الحالي انه رجع الكلام ده لانه ما لم يكن هناك طرح لكميات اكبر من اللحوم داخل السوق انا اتصور انه سعر اللحم البلدي حيغلى لانه خلي بالك انت عنك نضرة في القطيع احنا ضيعنا الصرر الحيوانية بتاعتنا اما بحمى قلعية واما بانه الناس كانت بتتبح اناس احنا بديتبح بتلو عن ستين كيلو في حد في العالم يتبح الانسة اللي ممكن تجيب مكينة الانتاج اللي ممكن تجيب رؤوس ماشية وممكن تستفيني منها احنا السودان لما بيحد بيزبح بقرة بياخد عشرين سنة سجن احنا هنا غرامة مش عارف كم ايه وسلام عليكم انتهت لا لو تقافش يعني تمام لكن انا عايز اقولك انه الامر يقتضي واحد انه يبقى في طرح مزيد من الكميات من اللحوم السودانية اللي هي قدامنا واللي هي تحت ايدينا واللي هي اساسا جرى دفع فلوسها احنا دفعين تمن صفقة اللحوم السودانية دي مقدما يعني ما حدش يقولك ان دي بسعرها الغالي ده ده 95 دي غالي على فكر لحمة السودانية دي المفروض احنا دفعين سعر الكيلو كان ب39 جنيه 65 ارش تمام من سنة وحاجة تقريبا نهاردة بتتباع من المجزر تمام ب62 جنيه من 39 جنيه ونص ولا 65 ولا 40 جنيه الى 62 جنيه يعني في 22 جنيه ارتفعت بدون اي مبرد انا دافع الفلوس دي في فترة سابقة بسعر الدولار لما كان الدولار بتلت تمانيات ومفيش داعي ان انا كنت ازود لكن على اي الاحوال خلينا كده بس ادوا الناس كميات من اللحن خليهم يطرحوا يعني انا حتى في عيده الضحية اللي عادة ده قلتون يا جماعة سيبوا الناس افتقدوا الجزارين العاديين يبيع باي سعر لانه ما كانش فيه لحمة وبالتالي كان سعر اللحمة غالي لو انا الجزار حياخد اللحمة دي وبدال ما يبيحها ب75 ولا ب80 جنيه وبحها ب100 جنيه انا ما عنديش ازمة لانه كل ما زادت الكميات كل ما سعر اللحمة البلدي حيتوازن انما للأسف الشديد احنا اللي عندين لحمة بلدي وعملين نضغط على السوق بشكل او باخر بدون رؤية ادي الناس كميات من اللحمة موجود عندك كميات وانت متعاقد عليها السودانيين نفسهم بيشتكوا من انه مش عارفين يتباحوا الكميات اللي اتفقوا عليه يعني احنا ما استوفيناش الكميات بتاعتنا في السنة الاولى اللي كان مقرر ان احنا نتباحها وبالتالي ده بيعمل عبقة حتى على السودانيين اللي بيلماشيه عندهم هنا بتاكل وهي واقفة وعايزة رعاية وممكن يحدث نفوق لبعض الابقار يعني كل دي حاجات تكلفة عليهم وفي نفس الوقت تكلفة علينا طب وما تدي الناس افتح افتح مجال اكبر واسع المجال ودي الناس رجع الجزار التعاوني ده ياخد حصة تانية من السوق ومن المجازر التابعة لوزارة التمرين او من مجزر شركة مصير للعوم وخليه يشتغل معاك خسارة كنا بحضرتك استفيد بقوته يعني المقطة مهمة جدا وهو الانتاج والانتاج حينما يزيد يساعد فيه توازن الاسعار خصوصا اسعار اللحوم اللي بتشهد يعني ارتفاع كبير جدا في هذه الايام ازاي نقدر نسيطر على ارتفاع الاسعار من خلال الانتاج خلينا اقولك انه يعني انا برضو حريص على انه نشوف حل لانه مش هنعيش طول عمرنا نستورد تمام يا اهل العقل والحكمة في هذا البلد يا حكومة مصر انتو بتدوا 3 مليار دعم للمصدرين اللي بيصدروا جواء بتاعده برطقان ولا مش عارف ايه للخارج والراجل اللي بيتشقق رجليه وصوابعه ويتشوق ايديه والشمس بتاكله طول النهار ما بياخدش حاجة اللي بيزرق اللي بينتج اللي بيعرق اللي بيطلع عليه اللي بيشوف الويل عشان يشوف المحصول ده ويدهولك وانت بتاخده منه بتبا بخس وتروح تصدره وكمان بتاخد عليه دعم صادر تمام انا بقى تصور انه دي فيها شيء من يعني من الظلم خلينا نبقى عادلين هذا البلد اذا لم يكن فيه عدل حينهار الدول تنهار اذا العدل ضاع فيها الدول ما بتتقامش بالاقتصاد بس لازم فيه عدالة ماينفعش انه لدي ثلاثة مليار شوات ناس بيصدره وبياخدوا الفلوس يطلعوها في حسابات بنكية خارج من مصر حتى ما بيرجعوش نستفيد بيها دولاريا تمام يعني بديله دعم صادر عشان يجيب دولار ياخد الدولار يطلعه برا وعلى الجانب الاخر الفلاح المفروض بدل ما بيتبح العزبة او بيتبح البقرة لشان مش عارف يعرفها مش عارف يربيها مش عارف يبقيها على قيد الحياة ما عندوش امكانيات ادي له امكانيات ومش لازم تدي له امكانيات قرد ادي له علف ودي له امكانيات يشتغل بيها وقول له يا سيدي تعال ديني الانتاج بتاعك زي ما كان بيحصل في مشروع بتلو انما طول الوقت اقول لك احنا هنعمل مشروع بتلو تاني وان شاء الله هندي الناس قروض فياخد الراجل القرد وبعد ما ياخد القرد عنده بيتة عايزة تتجاوز ورح ميجاوزها بالقرد ويخش السجن بعد كده ما هذا مش هينتج انما اللي قبل كده كان بيحصل ايه كان بيروح الجمعية الزراعية بياخد العلف بتاعه بياخد امكانيات تمكنه من ان هو يرعى هذا القطيع تمام وفي النهاية بياخد الحاجة دي يديها للحكومة وياخد فلوس فيها تمام والحكومة تسترد الفلوس اللي اقدتها اللي عطتها له تمام ولو ما استردتهاش ما هي بتديها دعم للمواطن هو في النهاية انت لو عطتت فلاح دعم وزرع طماطم بسعر ارخص ما هيبحها ليه انا بسعر ارخص انا هستفيد كمستقلك هي انت هتدينه ايه هتدينه دعم منين مش من دافع الضريبة احنا احق بالضرائب اللي بنيديها احنا احق احنا دافعين الضريبة واحق باسترداد انها هترجع لنا تمام انما طول الوقت انا عمال قد الاغنيه هيموتوا من الشبع هينفجروا فيه ناس بتقعد طول الوقت تاخد دوة من المشاكل بتاعت فرط السنة والدلع اللي بيعملوه يعني فيه ناس بتموت من الجوع وفيه ناس بتموت من الشبع ما هو دا مش منطق هذا الكلام يحدث شكل من اشكال الانهيار للسلام الاجتماعي فيه بلد كبيرة بالصغيرة احنا لما حصلت ثورة تونس سألوا لي يعني هي الصور التونس دي قابلة لانها تتكرر في مصر في ذلك الوقت وفيقاء تليفوزيوني مهم كان في قناة القناة قلت له يا جماعة صور التونس قابلة لتكرار في مصر وباشد دراوة مما حصل في تونس ان احنا مصر انت مش انت مش مش قطر مش دولة قطر دي زي جمهور نادي الزمالك او اعضاء نادي الزمالك اكتر منها العضاء اللي في نادي الزمالك تعرف ان نادي الزمالك النادي العادي مش الجمهور نادي الزمالك ولا جمهور نادي الاهلي وبرنادي الاهلي والزمالك دا حاجة تاني خالص دا الدول تمام انما هو اعضاء الاعضاء المشتركين اللي بيخش النادي تمام اكبر من دولة قطر. تمام؟ فخلينا اقولك انه احنا دولة كبيرة عندما يحدث فيها انهيار اللي قدر الله يعني انهيار مدوي. احنا مش حاجة صغيرة. عشان كده بقول يا جماعة حفزوا على هذا البلد عند هذا الحد. خلينا ما نرجعش ورا. مش عايزين نرجع لورا. عايزين نزمة في محلنا عشان نقدر نتقدم لقدام. عشان نعمل ده لازم يبقى فيه شبكة امان اجتماعي. لازم رئيس الدولة يشوف الاعباء ويوزعها. انا عندي استعمال عندي استعداد. اني اتحمل العب او حظي في العب ولكن اتحمل وحدي. ولا الاغنياء اتحملوا معايا. انا ادي دعم الغد دلوقتي الثلاثة مليار ليه للناس دي? ما ادي نص الثلاثة مليار دولة للفلاحين. اقاومهم. اعلى بيهم. اخد الناس دي بدل ما هي قاعدة كده بتزرع في شوية واضي ضيق. اقولوا مجاعة تعالوا روحوا الصحراء. الصحراء الزراعة عائدها سريع. ومن الممكن انها تنقلك انت لو انت خدت الناس دي زرعت في الصحراء. وعملت مشاريع زراعية وعملت مشاريع انتاج حيواني. وانتاج سمكي مش عارف ايه. وطبعت فلوس بتامل الارض دي. طبعت فلوس. طبعت فلوس دي تعمل تدخل. لكن لو انت عملت في مقابل الطباعة دي. ارض. والارض دي انتاجت. ما الانتاج ده ده يجيب دهب. انت مش عايزة مقابل الطباعة دي يبقى فيه دهب في البنك المركزي. الدهب موجود على الارضه. بشر اشتغلت. وناس اتحركت. وفيه عجلة انتاج مشيت. ما لم يكن عندنا القدرة. انا بتمنى وزير الزراعة لو سمعني ارجوك. سيب المكتب اللي انت قاعد هنا فيه هنا ده خالص. روح اعمل مكتب في الصحراء واقعد فيه واقعد مع الناس. يعني هنقعد في الحتة دي نقعد. ده الحتة دي لما كانت زمان بيقوله كانت شايفة نيل. تمام? لانها كانت فيه زراعة. كان فيه عندنا زراعة. ما فيه زراعة داخل الوضع الضيق. لابد ان يتحرك وزير الزراعة. وزراءنا كلهم لابد ان يخرجوا عن عن وزاراتهم. سدقيني مفيش حل غير انهم يعيشوا في الاجواء اللي هم مرتبطين بيها او المطالبين بينهم ينقلوها نقلة ايجابية. يعني انا بتمنى ان وزير الاسكان ما يعودش في زراعة اسكان. يروح يشوف مناطق عشوائية ضحلة طالعينيها ويحاول ينهض بيها يشوفهم. يعني عبقارية ابراهيم محلب في ايه? ابراهيم محلب كان حركي بينزل يشوف الناس. بيشوف بعينه. بيعتمدش على النقل من الوزراء ولا النقل من المسؤولين اللي تحتيه. وبينزل كل شوية فاجئهم ينزل من الدور الاخير على سابع ارض تحت. عارف انا انا بشبه ابراهيم احنا بدا ان واحد بينزل من غير برشوت من الدور العشرين على الارض. شوفت الخوف اللي انه ممكن تتحمليه. ان انت تنزلي من الدور العشرين الى الدور الارضي. طبعا. بس لو بينزل الدور الارضي بيعمل ايه? بيزمط اقاع الحكاية. بيحسس المسؤول اللي تحتيه بانه خلي بالك. انا بنزل وبتحرك وبعاقب وبحاسب وبدي اه حاجات كويسة لما بلاقي حاجة كويسة. كل ده احنا محتاجينه. عايزين وزراء يتحركوا ميدانيا. ما ينفعش البلد دي ان احنا طول الوقت بندرها من المكاتب. الجميع الان مطالب بانه يتحرك. لازم مصد تبقى كاجول. ما تلبس كرفتات. الوزراء عندنا يبطلوا يلبسوا كرفتات. انا والله العزيم واقسم بالله الوزير. بحربس كرفتات ولا اشوفها. وانزل جنز وانزل اشتغل مع الناس. هو ده الحل العملي. احنا محتاجين نعمل مزارع محتاجين نعمل مصانع. النهاردة عندك طرق انا جاي منها النهاردة. انا جاي من طريق مصر اسكندرية. قسملك بالله انا شفت شبكة طرق عبقرية. يعني عبقرية تعرف فتاح السيسي الحقيقة انه عرف اللي عمل البرون مبانة. البرون اللي ما جاي عمل مصر الجديدة عمل خط مترو. خط تروم ماي. فالناس اتحكوا هلية ايه الراجل اللي عمل خط تروم ماي في الصحراء ده? هيروح فين? تمام? فلما عمل خط تروم ماي وعمل طرق وعمل شوات خدمات. الناس رحت عليها. الناس بانت حواليها. النهاردة مصر الجديدة اغلى سكن في مصر. تمام? اللي اتعمل دلوقتي فيه شمال غرب مصر هو ده. اللي عمل شبكة طرق عبقرية. على جانبي الطرق فيه تنمية مؤجلة. فيه عندك تنمية زراعية. فيه تنمية صناعية. فيه تنمية عبرانية. فيه تنمية صناعية. فيه 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 كلام جاي. لازم لازم كلنا نحاول ان احنا نملى الفراغات دي. حوالين الطرق اللي اتعملت. لانه اتعملت شبكة طرق عبقرية. ما حدش اعرف قيمة الطرق دي. الا بعد عشرين سنة. احنا طبعا نتمنى جميعا العمل زي ما حضرتك ذكرت او استاذ محمود احنا اه كلنا في الحقيقة محتاجين ان احنا نبقى بر الصندوق في هذه الايام. هي دي. عبقرية مصر في المرحلة اللي جاية ان انتي تشتغلي بر الصندوق. خارج الصندوق. ان شاء الله. وطبعا يعني اه جمعيات زي جمعيات مواطنون. تصندقنا يعني كتير. عايزين نخرب بقى. ان شاء الله. وطبعا يعني جمعيات زي جمعيات مواطنون ضد الغلاء. وكل الجمعيات التنموية التي تساعد بشكل مباشر وغير مباشر الدولة في التنمية. هي ايضا قادرة على هذا. انا بشكرة جدا. استاذ محمود العسكراني رئيس جمعيات مواطنون ضد الغلاء. شكرا جديدا. مشاهدين احنا طبعا نستمكاملين. بعد الفاصل ننتقي. والحديث عن التغيرات المناخية. وما يطرق على المحاصيل الضرعية. فانتظرونا. هذا البرنامج برعاية.